الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحبائي في الله لقاء جديد وأفلات بصرون عايزين نوبصر النهاردة يمكن يتكلمنا في الحلقة السابقة واستعرضنا جزء فيديو شفنا فيه عضلات اليد اليد الدقيقة التي تربط المفاصل بعضها اللي تؤدي عشان نؤدي وظائف هم قلنا يمكن في الحلقة السابقة أن عندنا في اليد 27 عضمة عندنا 28 مفصل عندنا 33 عضلة عندنا 3 أعصاب يريدنا نقولهم تاني ونحفظهم أن دي معلومات مهمة 27 عضمة موجودة في اليد 28 مفصل 33 عضلة بتتحكم في اليد وظائفها و3 أعصاب يمدوا اليد بالإحساس وبالقوة الحركية لو جينا وصينا احنا شفنا للحلقة السابقة استعرضنا جزء من الفيديو احنا بعض العضلات والعضلات ازاي مرصوصة النهاردة هنشوف جزء تاني يمكن عايزين ننوه واحنا بننظر للفيديو القادم نشوف اتجاه الألياف العصبية العضلية يعني ايه ألياف عضلية؟ يعني اتجاه العضلة ماشية ازاي؟ فيه الألياف نجدها داخلة للداخل وألياف طلع عاملة زي الفراشة ألياف متشعبة للخالج كل ألياف عضلية لها اتجاه وكل اتجاه لها وظيفة عايزين ننظر لهذه الوظيفة بحيث نقول كل عضلة لها قدرة ولها تأثير في أداء وظيفتها تعالوا بينا نشوف الفيديو ونتابع مع بعض وظائف اليد لو بصنا الألياف العضلية في العضلة السينار اللي هي مسكة صباع الإبهام هنجد إنها منها طولي ومنها هو بنقول عليه أبليك أبليك يعني ايه؟ يعني ماشي بالجنب منهم طولي ليه؟ علشان منهم هيحرك صباع الإبهام للداخل وده أبقى أورهولكم إن شاء الله منهم طولي عشان يتني ويفرد الصباع ومنهم عرضي علشان يفتح ويقفل أصابع عن بعض خد بالك اتجاه الألياف في العضلية بتؤثر على حركة اليدين يعني لو بصنا هنا دي ألياف طولية شايفينها دي طولية دي بدأت تبقى يعني ليها ميل دي بقى الميل أكبر هنا نجد واحدة عرضية هي تحت هي في الإبهام من تحت آه شفتوا وهنجد هناك العضلات التي لها اتجاه آه دي جاية بميل شديد اللي انتوا شايفينها دي ودي كل عضلة من دول هنجد سبحان الله لها وظيفة مختلفة لو بصنا على المفاصل هنجد مفاصل إيدين زي ما تكون متربطة بأربطة ضغط لو انتوا شايفين العقل كده متربطة لا دي أربطة تسمى الأربطة لأن العضم الصغير احنا بقول 27 عضمة العضم ده لابد يتربط بأربطة الأربطة ده نسيج ليه فيه ما بيسمحش إن حاجة ده بيبقى رابط زي اللي ماسك إيه أما يكون عندك كان زمانة ما بيجوا يعملوا السقلات يربطوها بإحبال وإحنا اللحبال دي موجودة شوف العضلات هنا اللي ماسكة الصباح الصغير نفس القصة طولية أهي في منها عرضية وماسكة هنا شوف العظام الصغيرة اللي فيه اللي كفت اليد لو جنا بصنا هذه العظام نقول سبحان الله العظيم ربنا وضع كل عظمة لها وظيفة ولها مكان لو العظمة دي كبرت شوف حجمها أو مش موجودة أو العظمة دي فيها يعني بالمناسبة إحنا عندنا في رزغي الإيد فيه يعني عضلة ممكن مش موجودة عند بعض الناس دي بتبقى 30% مش موجودة لو بصنا هنا النهاية العضلة أنا جدها في الصباح الصباح الصغير أيوة الخنصر أي العضلات اللي بتحكم في الخنصر ماسكة فيه هي دي اللي بتحرك والأوطار اللي لونها أبيض دول انتوا شايفينهم الأربعة دول دول عبارة عن أوطار للعضلات الطويلة دي العضلات اللي بتتني وتفرد سبحان الخلاق لو جينا بصنا لهذه العضلات آه شوفوا دي عضلات عرضية بقى دي الألياف اللي فيها هي بالعرض دي طولية إنها بتسمح بالتاني والفرد أو ببعد الصباح عن الكاف ده العضلة دي بيسموها العضلة الباعدة شوف العضلة الصغيرة اللي السهم بيشير إليها سبحان الخلاق عضلة صغير وتلاقي كل أحدا وشوف بقى هنا نقرب شوية أيوة نحاول نبص آه دي العظامة إيه سبحان الخالق أنا عايز كل أحده بيتفرج على الحلقة يقول تبارك الله أحسن الخالقين سبحان الله العظيم شايفين عضلة صغيرة حجمها صغر جدا اهي دي ديها وظيفة اوعى تتخال إن ربنا خلق شي كده زيادة أو زي ما بعض الناس يقولك الزائدة الدودية ما فيش حاجة يسمعها زائدة اهو شايفين سبحان الله ماس كافين في بعد نهاية المفصل عشان تؤثر على المفصل ده سواء بالفتحة أو القفل أو في التاني والفرد لو بجينا بصينا نشوف العضلات ماس كمين اهي ماس كمين دي بسموها العضلات الصغيرة شوفوا كل عضلة لها مكان واتجاه الاتجاهات الألياف العضلية هي دي اللي بتتحكم في اتجاه الحركة يعني ما نشوف شوف سبحان الله العظيم لذلك يعني علم التشريح ده علم يرجع الإنسان كده ان يقول تبارك الله أحسن الخالقين خلق فأبدع سبحانه وتعالى اهو ما نشوف هنا العضلات الداخلية نراجع تاني كلام ده احنا قلناه قبل كده لكن بنرجعوا دي العضلة هي الداخلية بيسموها الثينر العضلة دي مسؤولة دي جملة عضلات ودي عضلة تسميها الهايبوثينر اهو في العضلات الما بين العظام تسمى عضلات البينية ودي يشوف عضلة معها ايه وطر الوطر اللي احنا شايفينه بين العضمتين دول او بنسميه الرباط اللي فوق ده ده اللي بيقولك عندي اختناء في العصب الرزغي الرزغ ده ممكن يحصل عند واحد اختناء ليه ان يا اما محتوى الرزغ يزيد او يديق فلو ده عليه حصل فيه التهاب يأثر وينمي لليد سبحان الله العظيم اهو ادي العضمة سبحان الله العظيم مسكة في اليد اهو الشدة شايفين دي احنا ما نشوفها دلوقتي مع بعض طيب نرجع اه هنا بقى الصورة تكبرت شوية وبدأت العظام توردين اتجاه العضلات شوف عضلات شوف كل واحدة ما فيش حاجة اسمها زي بعضة ابدا كل واحدة لها اتجاهها وحجمها وشكلها كل واحدة كأنها ما املهاش مثيل هي شكل واحد ودي وظيفتها حاجة التانية ما تقديش نفس الوظيفة لا كل عضلة منهم لها وظيفة خاصة شايفين اه دي عضلات ايه احنا هنستعرض دلوقتي الوظيفة هتشوفوها انا بعملها لكم على يدي هتستغربوا جدا هتقولوا ده احنا سبحان الله يعني ست البيت اللي بتخسل الموعين او اللي بتعصر الغسيل او اللي بتنشر على الحبل او اللي بتخلط هدوم او بتلضم ابرة هتقول ايه ده ايه العضلات دي كلها شغالة ده انا عندي جهاز كمبيوتر عالي التحكم موجود في ايدي ولذلك لما بتتعب تقولك فيه تنميل وفيه تعب لو فيه اي عضو من الاعضاء الصغيرة دي اتأثر عن ده يعني لو اشتاكت الست جات قالت اه والله بيجي لي تنميل في ايدي عندي حرقان في صوابعي مش حاسة بصوابعي الصبع الصغير واللي جنبه دول انا حاسة ان فيه نار وانا نايمة بالليل لازم ايدي احطها على مخدة ما بعرفش انام من قلم اللي في ايدي اه لا ليه ان فيه اصابة جات هنا ربنا بس بينبهكم عشان تعرفوا انتو عايشين بنعم هذه النعم انتو مش حاسين بيها اوطار اربطة غضى ريف جوه مفاصل اغشية مخاطية اغشية بتغطي ومعاهم مفاصل داخل لو جينا بصينا الوظائف اليد احباتي في الله هنجد شيء عظيم جدا لو هنيجي نشوف حركة اليد احنا اما جينا قلنا فيه عضلة داخلية هنا العضلة دي مسؤولة عن ايه فتح الصوابع وقفله اما جينا قلنا الصباح ده خمسين في المية ليه ان ده بيعمل كل الحركات ده بيفتح ويقفل يتني ويفرد ويعمل دواير واخدين بنا العصب الاعصاب اللي بتغزي الصوابع الابهام ده التلات اعصاب بيغزوه لذلك بنقول للطالبة عندنا اما يكون عندك واحد في جبس متجبس وما فيش طالع غير الصوابع ده تعرف الاعصاب اللي عنده شغالة ولا لا طبعا فيه عندنا تلاتة يمكن بالانجليزي اسمقهم بريديل وميديان وآلنر لو الواحد قدر يعمل صباعه للداخل كده اه كده هو يبقى الآلنر ده سليم لو قدر يتني صباعه يبقى الميديان سليم لو قدر يجيب صباعه الورى كده يبقى الريديال سليم يبقى الثلاث حركات اللي بتحصل دول دي حركة في غاية الاهمية لذلك اما نيجي نبص ليدنا ايدنا ممكن نفتح الصوابع ونضمها دي حركة عضلية ممكن نحرك صوابعنا الامام والخلف ممكن نمسك وممكن نعمل القبضة وممكن نشيل ممكن نشيل بتلات اصابع ممكن نكتب ممكن نبصبعين كل دي حركات اصابع الله سبحانه وتعالى اعطاها لنا منها ما يسمى الحركة البسيطة الخفيفة ومنها ما يسمى بالحركة القوية لذلك الانسان لابد هو بيعمل الحركة يتأمل وينظر لصوابع كده يقول سبحان الله تبارك الله احسن الخالقين احبائي في الله ونحن نرى هذه الايات في ايدينا وفي اكسدنا لا يسعنا الا ان نقول تبارك الله احسن الخالقين وعلينا ان نتذكر وفي انفسكم افلا تبصرون الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين